طيب احنا عايزي بقى نتكلم على حاجة الجماهير في مصر سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك بتتكلم في حاجة واحدة الحاجة الوحيدة بتشغل الاذهان دلوقتي مصار الكلام والحديث هي الميركاتو الشتوي بالنسبة لنادي الاهلي وبالنسبة لنادي الزمالك خلينا نبدأ بالنادي الاهلي ازاي بفكر في الانتقالات الشتوية بتاعته لو بنتكلم من منظور جماهير النادي الاهلي حي يعني تقريبا بيقولوا ان هو ان النادي الاهلي كان الميركاتو الصيفي موسم الانتقالات الصيفية لم يكن يعني بي على الشكل المأمول على المستوى المأمول بالنسبة لجماهير النادي الاهلي نحن عارفين ان نادي الاهلي استقدم ثلاث لعيبة دعم بيهم صفوفه في موسم الانتقالات الصيفية الاداء بتاعهم يعني مثلا زي ما تابعنا التصريح بتاع كولر المدير الفني اللي نادي الاهلي هو مش مبسوط من ولا مهاجم عنده في الاسكواد بتاع النادي الاهلي على ايات حال طيب احنا برضو الاقويل بتقول او التحليلات بتقول ان النادي الاهلي محتاج اللي هو مهاجم صريح استرايكر صريح محتاج يدعم صفوفه في الونج اليمين والونج الشمال ومحتاج كمان يدعم صفوفه بعد اصابة اكرم توفيق في الظهير الايمن ومحتاج حد يلعب رقم ستة او رقم تمانية اللي احنا عنا استعرضه معاكم دلوقتي ايه الحاجات اللي هما اللعيبة اللي مفروض خلاص قابة قوسيني او ادنى ان هما ينضموا الى النادي الاهلي في المركات الشتوي في لعبة كتيرة في لسه قائمة كتيرة بس احنا هنستعرض معاكم ابرز اللعيبة اللي هما زي ما قلنا كده قابة قوسين او ادنى ان هما يلتحقوا به النادي الاهلي نبدأهم به التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النجمة الساحلية واول صفقات في النادي الاهلي بعد ما وقع فعلا اللاعب للقلعة الحمراء متوقع ان هو يصل الى مصر خلال ساعات ويه حيتم الاعلان عن هذه الصفقة بشكل رسمي تقريبا تقريبا يوم التلات النادي الاهلي حيعلن عن هذه الصفقة الضاوي محمد الضاوي الملقب بكريستو لعيب تحت السن لعيب صغير لعيب مهاري بيلعب التركيز بتاعه في الوينجر يمين لعيب الوانت وان بتاعه يعني قوي جدا لعيب عنده شخصية فخلينا نشوف وجوده في النادي الاهلي هل حيحقق اضافة لنادي الاهلي ولا تاني لعيب تاريما برضو قابق أو سينا أو أدنى ان هو يلتحق بالنادي الاهلي خلال الايام الماضية شوفنا النادي الاهلي زي كسف مفاوضاته مع نادي سموحه علشان يضم خالد عبدالفتاح خالد عبدالفتاح ظهير ايمن للفريق هيلعب اكيد طبعا هنعرفين النادي الاهلي الشهر اللي جاي عنده كأس العالم ليه اللي اندي عايز اكيد ان هو يعوض غياب اكرم توفيق محمد هاني يعني ما اعتقدش ان هو او خلينا نقول ان هو عايزين نجد لعب اخر يلعب بجنب محمد هاني علشان يدعم الصفوف اللعيب مين هو خالد عبدالفتاح ظهير ايمن الفريق زي ما قلنا المفاوضات وصلت له مراحل متقدمة بين الادارتين الادارة النادي الاهلي وادارة نادي سموحه لم يتبقى الا رتوش صغيرة علشان انهاء الصفقة بشكل رسمي ده تاني لعيب او تاني صفقة في المركاتو الشتوي تالت حاجة تالت لعيب تالت صفقة النادي الاهلي بيضغط علشان يعني ياخد خدمات يستفيد من خدمات مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري على فكرة مروان بيلعب رقم 6 ورقم 8 ومش بس على فكرة النادي الاهلي اللي هو بيضغط علشان يحصل على خدمات لاعب مروان عطية لاعب وسط النادي الاتحاد السكندري كمان نادي الزمالك دخل في خط المفاوضات مع اللاعب مروان لعب صغير في السن بس هي المشكلة على فكرة مش في مروان المشكلة في الاتحاد السكندري الحاد السكندري مش عايز يفرط في أي لعب عايز يحتفظ بي السكواء بتاعه لغاية نهاية الموسندول التلات لعيبة المفاوضات ما بينهم وما بين النادي الأهلي دخلت لمراحل متقدمة بسيسناء طبعا صفقة مروان عطية زي ما قلنا أن التحاد السكندري هو اللي شوية مش عايز يفرط في اللعيبة بتاعته لغاية آخر الموسم ده بالنسبة للعيبة اللي مفروض يعني المفاوضات بتاعتهم أو تم الإعلان بشكل رسمي عن أن في مفاوضات سواء خلصت المفاوضات انتهت المفاوضات تم التوقيع أو لسه في مفاوضات رايحة الجاي طيب بالنسبة للعيبة اللي هي متوقع أن هي تمشي أو تغادر السكواء قبل بنتكلم في ذه نتكلم عن أن فيه كمان فيه مهاجم برازيلي يقال أن هو فيه كلام مع مهاجم برازيلي ومهاجم من أفريقيا هيتم التعاقد مع أحدهما هم بلعبوا في مركز السترايكر الصريح المهاجم الصريح بس مارسل كولر زي ما احنا عارفين مدير الفني لنادي الأهلي زي ما احنا عارفين نوه ما بيحبش يتفرج على فيديوهات هو لسه عايز يأخذ وقت علشان يحسم الموقف بتاعه من ضم أحد اللعيبة دول زي ما قلنا هو واحد من البرازيل والتاني من أفريقيا طيب ده بالنسبة للمركاتو الشتوي الناس اللي مفروض ستنتقل للنادي الأهلي أبرز المغادرون عن النادي الأهلي أعتقد السلاسي حسام حسن زياد طارق محمد محمود بالإضافة طبعا لحمز علاء اللاعب الشاب هم الأقرب للخروج خلال فترة الإعارة أو الانتقالات الشتوية مارسل كولر يعني تقريبا ما فيش اقتناع بنسبة كبيرة من استمرارهم طيب هل هم فقط الثلاث لعيبة دول بالإضافة لحارس المرمى اللي حيغدروا الاسكواد بتاع نادي الأهلي لا فيه أعتقد تقريبا فيه لعيبين كمان اتنين لعيبة كمان تقريبا حيتم فيه تفكير داخل نادي الأهلي إنه يتم الاستغناء على نهم سمع بقى بالإعارة أو بالبيع لسه ده هنعرفه لحق طيب ده بالنسبة لموسم الانتقالات الشتوية وده اللي كان مثار يعني اللي كان ترند فيه مبين طبعا أوساط جماهير الانادي الأهلي